جاء كلام المندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري مستفيدا من حجم الانقسامات السياسية المحلية في لبنان على ما تقول مصادر متابعة والتي رأت فيه محاولة لوسم لبنان بالإرهاب وبعد وصف رئيس الحكومة تصريح الجعفري بأنه يؤجج الخلافات قالت أوساط قريبة منه أن لبنان يعمل بكل جهد لحماية حدوده أنا بعتبر أن الموقف أسائل لبنان من ناحية تصوير لبنان وكأنه بقراء إرهابية نحن نتبنى ما قاله رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية تستطيع بسهولة ضبط أمنة والإرهاب غير موجود في لبنان وإذا وجد فتستطيع الدولة التعامل معه كما ينبغي تيار المستقبل اعتبر أن سوريا تحاول رمي أزمتها المتفاقمة وتصديرها إلى لبنان لإشاحة الأنظار عن إخفاقها في قمع الثورة السورية المتنامية الناس تستغرب أن يطرح جوني والأكوامرينا وتيار المستقبل بنفس الوقت هذا دليل على إفلاس كامل وعلى مجموعة الأكاذيب لتراحة بارح الجعفرية نحن مننتظر أن الوزير الخارجي يكون على المستوى يستدعي السفير السوري ويدين هذا الكلام لأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة كلام كاذب بالكامل ولكن إنما يوحي أن نظام السوري يوصل إلى مرحلة من الإفلاس تشكل خطر بمعنى أنه ربما على استعداد لحرق الأخضر واليابس ما استند إليه الجعفر من تقارير نشرت في وسائل الإعلام بحسب الشريف هلأ فيه قصم مننا صح وقصم مننا منوصح ولكن الجيش تعامل مع كل هذه الأحداث مع كل هذه التهريب كما ينبغي أن تتعامل أي دولة وأي مؤسسة عسكرية مع أي حدث من هذا النوع تيار المستقبل ردد دوما أنه يرغب بانتشار الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا أبداً نحن ما عنا ولا منطقة خاضعة لطير المستقبل لأنه ما عنا ميليشيا ولا عنا سلاح نحن ندعم الشعب السوري بالإعلام ندعم الشعب السوري بالموقف السياسي وندعم المصابين والنازحين لدعم الإنساني ما عدا ذلك لا نتدخل بأي شيء في الداخل السوري لا شك أن مواقف الجعفر ستكون محور المزيد من ردات الفعل إلى أن هناك ما يشبه الإجماعة في لبنان على أنه لم يكن جائزاً إثارة هذه الأمور أمام مجلس الأمن ونحن نعم في جيدة جداً